موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أيها الأحب الكرام في هذه الحلقة من المراقبة والتي سنتحدث فيها عن معلومات استخبارية تتحدث عن تهديدات من المخابرات الجزائرية تستهدف معارضين جزائريين على الطراب الفرنسي موسيقى للأسف الشديد أن الجزائر وصلت إلى حال بائس بمعنى الكلمة حتى صار الجزائر خطر على الجزائر وأن الدولة الجزائرية تسخر أجهزتها الأمنية والاستخبارية ضد جزائريين لا يملكون شيئا سوى التعبير عن آرائهم في الوضع الذي تعيشه الجزائر وصل الحال بدولة تسخر جهازها الأمني كله من أجل إنتاج وثائق أو تقرير في حوالي 13 دقيقة تتحدث عن صحفي وبعض الصحفيين والمثقفين والمناظرين الذين لديهم مواقف سياسية معينة تجاه النظام الحاكم فمن شيئا من الجبناء والخوانة كيف لا؟ وقد استغل قلة من أشباه الصحفيين بعض المنابر الإعلامية بالتحالف مع جهات خارجية معادية للوطن للمساومة والابتزاز كمطية لكسب مقابل دنيء لن يشبع بطونهم مهما بلغ كمه يدنون به نحو هلاكهم يوما بعد يوم لأن جوهرهم كانوا واهيا وهم مقلبون على مصلحة وطن تحذوه روح شهدائه ويحرسه بررة بواس أصبحت الجزائر هذه الدولة التي هي القوة الضاربة كما يدعي تبون يأمنوا بالقدورات على الغير هما هما داري الروح هما ما الجزائر قوة قوة ضاربة لعالم كل ما اعترف بالجزائر إلا بعد الجزائرين العالم كله عارفها باللي قوة جهوية باللي قوة جيب السلام في المنطقة باللي قوة جيب التوازونات في المنطقة وأن جيش هو الأقوى في المنطقة كما يدعي شنغريحة لأن الجزائر هي أقوى الدولة في المنطقة أقوى الدولة برئاستها بحكومتها بالمؤسسات انتحها كلها وبالجيش الوطني الشعبي انتحها لبرز بل ان تبون نفسه يقول بان الجزائر هوية القوة الافريقية هل هذه الدولة أصبح بها الهوان لدرجة أن صحافي عنده موقع إلكتروني يشكل خطر على أمنها واستقرارها هل هذه الدولة التي تدعي بأنها ستحرر فلسطين وأنها ستواجه التحديات العالمية وأنها ستقضي على خصوم الجزائر والمتآمرين على الجزائر في عقر دارهم هذه الدولة صارت تخاف من واحد عنده قناة على اليوتيوب يعبر عن بعض المواقف السياسية على ما يجري في البلاد طبعا لا السبب الحقيقي هو رعب النظام من الشارع الجزائري هذا النظام يدرك بأنه غير شرعي هذا النظام يدرك بأنه فاسد هذا النظام يدرك بأنه ما زال ينهب الأموال هذا النظام يدرك أنه لم يفي بأي وعد من وعودي هذا النظام على يقين بأن ما يقوم به هو انقلاب عسكري على مصاري الحراك الشعبي ومطالب الشعب المشروعة كل هذه الأسباب خلت مقتنع بقرارة نفسه بأنه سيستهدف من هذا الشعب فضلا من أن الأجهزة الأمنية يحكمها ناس غرقوا في الفساد ويخافوا أي واحد يذكرهم يعني أنت رك مسؤولي الاستخبارات ثم بعد يجوا ينتقدوا يألفوا عليك حتى يكتب أين المشكلة كي تكون انظيف ولكن كعدمه سنظيف يخاف واحد ينشر عليه منشور باسم مستعار في صفحة على الفيسبوك شوفوا إن وصلت الدولة الدول القوية والله ما تهتم غدوة ألفوا عليكم الكتب والله ما على باله هذه الدول القوية تشوف النقد الذي يوجه إلى دول قوية في أوروبا في أمريكا وغيرها ما يهتم بسفاسي في الأمور ولكن لأن الصغار وهم كبار في الفساد ولكن صغار في المستوى المسئولية بمجرد ما يحكم منصب يحب يبقوا فيه أي واحد ينتقدهم رايح راه يرتكب جريب نحن يعني يوصل للحال بهذا الأمر هشام عبود إعلامي كانت عنده جرائد ومعروف وعنده كتاب وكاتب معروف له قيمته وله مقامه وله قدره وله رأيه يعني عنده يومين اكشف على أنه مخطط اغتياله خلينا نسمع وش يحكي هشام عبود على المخطط الذي سيستهدفه في الجزائر والمغرب ونبلغني خبر من أحد مساعدي بشيخ فارد المدير العام للأمن الوطني والذي يحدد فيه على أساس أنه مقرب من غشيخ بلا ما يقول لي راه هو بعثني ليك وإذا كلمني في إيميل ومبعث كلمني في الواتساب يقول لي شوف يعني باش نعطيك دليل باللي رأي نحب لك الخير وما رأي نشبه لك الشر وما رأي نشبه منه نعطيك معلومة متأكدة هو أنه جهاز المخابرات الجزائرية من خارجي أرى هم يخطونك في محاولة تاغتيال قلت وعدي قديمة ما قدروش قال لي لا جيستبون يفشلوا في اللولة أهنتهم من تيا جتهم إيهانة لهم وضحكت عليهم وضحكت عليهم الناس وضحكوا عليهم المخابرات الفرنسية وضحكوا عليهم المخابرات البلجيكية والشرطة البلجيكية وضحكت عليهم والآن القاضية راهي أمام القضاء وعندهم راههم قادرين يستفادوا من الفرنسيين يعني إن الفرنسي ضربوا الناح وراهم راحين يعاودوا الكرام من جديد وبدالين يقول لك أرد بالك واللي راهوا قايم بالعملية هذه ليشرف عليها طبعا جبار مهنالي نقصته بزد وطبعا هذه ليست المرة الأولى من قبل أيضا وصلت واحد مثل ولد خالد نزار لا عنده لا مسئولية ولا منصب ولا أي شيء مع واحدة العصابة خططوا لاختطاف عبود وأشارت المعلومات على أنه يوجد أشخاص آخرين وتم ذكر اسمي شخصيا في هذه العملية وهذا لم يتم ذكري فقط من طرف إيشام عبود بل أنه الشخص الذي تم الاحتماد عليه أرسل لي رسالة وخبرني وكلمني وقال لي أنك أحد الأشخاص المستهدفين رد بالك يعني وصلت الأمور إلى هذا الحد تحاولوا تختطفوا الناس تعرضت أنا شخصيا لمحاولة اختطاف في تركيا لولا أن الله سلم يعني الدولة اللي يصير إنجازها رهي جايبة كبران من الخارج جاباتوا تعتبروا إنجاز استخباراتي جايبة جدارمي سابق رتبتوا صف ضابط تعتبرتوا إنجاز هلاش ولهو الإنجاز؟ بدل أنكم تتباهون أنكم جبتوا الدركي محمد عبد الله هلاش ما جبتوش الجنرال بالله قصير الذي هرب بأسرار البلد وبالمليارات هيا أعطوني هذه الدولة رهي نجحت في جلب واحد من الرؤوس الكبيرة منذ بدأ الفساد في البلاد جابوا أبدا ما جابوا حتى واحد اللي رجعوا رجع خالد بن الزار على متن طائرة رئاسية قد قل لي واحد رهي جابوا هذا كانت مدير سوناتراك قبلوا جابوه من الإمارات نزلوه صوروه كذا وكذا وكذا والله تعرف ذي كما نجحت الأجهزة الاستخبارية هذا جبهة هو في روحه كما يقال في اللهجة الجزائيل راح دار الإسكال ثم على الإماراتيين عارفوا بالأمر انتاعوا في لامان حكموه وقايدوا به مع الجزائر في إطار سفق وجابتوا الجزائر حتى تقول هنا جبنا واحد من الرؤوس الكبيرة ولكن على ما على ما قدرتوا تجيبه باللقصية وغير 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 رهم كثير بوشوارد راه في لبنان لبنان جبتوا منها واحد الشاب جزائري كان في سوريا كان في سوريا ورحت وجبته وحاكمته وكذا وكذا وخرج من الحبس ها واعتبروها في ذلك الوقت إنجاز رغم أنه إنسان عنده نشاطه في الفيسبوك يغذل نظر عن قناعاته في المشهد السوري هذا شأنه ولا الأمر الآخر راه يعبر على رفضه للنظام وانتقاداته للنظام ودخله الحبس وعاود خرج وصار ينتقد النظام أكثر مما كان عليه الأمر يعني قال لهم تزمعه حذب الله حقيقة أنه هذه البلاد مش نعارف وين رايحين بيها يعني هدفكم الآن ترهنوا في ثروات الجزائر من أجل أنكم جيبوا فلان وعلا أي مشكلتكم مع شعبكم روحوا أقنعوا الشعب الجزائري بأن ما تقومون به هو حل هو خير للبلاد إذا أقنعتم الشعب الجزائري بهذا والله خلي هؤلاء الناس اللي يتحدثوا يقولون ما يقولون لأن المواطني يصدق واقعه ما نجي أنا أحكي له ولا يجي هشام عبود ولا غيره يجي أحكي لهم كذا وكذا ويصدقوهم أبداً ولكن عندما يجي يشوف واقعه هو اللي يعيش فيه واقع زفت أكرمكم الله ويجي الرئيسي يكلبع ليه ووزير الأولي يكلبع ليه الوزراء يكلبع ليه الإعلامي يكلبع ليه المحللين يكلبع ليه ويحاولوا يصوروا أنك جزائر جنة وهي جاحيم عايشها المواطن أكيد رح يسمع لي أنا ويسمع للآخرين أقنعوا الجزائريين الداخل خلوا أعطوهم إعلام مقنع إعلام مؤسساتي حقيقي يمارس مهنة الإعلام إعلام جواري حقيقي يعيش أو جاع ومشاكل المواطنين حينها والله ما يسمعوا الوحد أما أنكم في الداخل الناس في السجون يختطفون يعذبون واحد يدير منشور مرأة يعجب الدير منشور يعذبوها ويختطفوها يعني منذ متى كان الجزائري في النظام يسترجل على إمرأة أو أستاذة جامعية أو غيرها إلا في عهد شنغريح أو تبون في عهد بوتفليقة رغم الفساد كان الجزائريون ينتقدونه صباحا ومساءا بل ينكتع ليه حتى على كرسي المتحرك ولا يوم الدوهم للحبس ولكن الآن دولة مافيوية بمعنى الكريم المهم الآن على حسب المعطيات تقول بأنه فيه مخططات لاستهداف الجزائريين اللي في الخارج الآن الجزائر ماذا ترى؟ ترى بأنه أي واحد يتكلم على عكس ما يريده النظام لأنه نظام عسكري معناها أنك تنتقد تبون ولا تنتقد الحكومة رك انتقدت المؤسسة العسكرية المؤسسة العسكرية وش معناها؟ الجيش الوطني الشعبي معناها رك انتقدت سليل جيش التحرير يعني وانتقدت سليل جيش التحرير إذن أنت حركي وعميل معناها عامل من؟ عامل لفرنسا وفرنسا معكروا أكشفت وجدار معتبون في شرم الشي نظام كذا سليل جيش التحرير أكبر إساءة الآن جيش التحرير عندما تقول بأنه هذا الجيش اللي في هؤلاء الجنرالات هو سليل جيش التحرير هذا كذبة كبرى معناها الجنرالات الأكثر ثلاثين جنرالي في السجون بتهم السرقة وصطوا على أموال الجزائريين ما لا رهم مثل عربي بن مهيدي وسيل حواس والعقيد لطفي وغيرهم وعميروش وعبان رمضان وغيرهم يعني هذا ما رهم من هذوك معناها أنه عندما تقول سليل جيش التحرير لهذه الجماعات اللي نهبت وقتلت الجزائريين وعذبت معناها رهم هما جيش التحرير والله أكبر إساءة جيش التحرير عندما تقول أن هذا الجيش بهذه القيادات ره سليل جيش التحرير يعني تقعد الآن بعد ستين سنة من الاستقلال تحكي لي على الجيش هذا اللي يتكون من لصوص حرامية مع احترامي الكثير لأنه عمم طبعا ولكن أكثر القيادات نتعود لصوص حرامية هما نفسهم ذلك الجيش التحرير الذي ساهم في تحرير الجزائر علي أشهد هذا الكثير المهم أنه وصلنا إلى هذا الحال حتى أنه معلومات استخبارية انشرها واحد الموقع عراه ولا يزعج كثيرا النظام الجزائر وكنتشاهدوا فيه في الصورة قال لك بأنه هناك معلومات لدى مديرية العامة دي جيش في فرنسا راهي حرة أو تعرفت على أو لديها معطيات حول معلومات عن تهديدات لأمن المعارضين الجزائريين المنفيين في الخارج ويقول لك الموقع على أن المديرية هذه لتعلق الأمن الداخلي المديري العامة الأمن الداخلي قال لك وهي تعتبر هيئة مسؤولة عن مكافحة الإرهاب وتوقع وإحباط الهجمات الإلكترونية ومراقبة ومكافحة أجهزة جسس بشكل سري يعني توصلت بمعلومات ولا بتنبيهات متعلقة بتهديدات خطيرة للغاية تمس السلامة الجسدية للعديد من المعارضين الجزائريين المقيمين على الأراضي الفرنسي وحسب هذه التنبيهات ولا وفقا لهذه التنبيهات تم وضع خطط من قبل شبكات إجرامية هدفها مهاجمة حياة بعض المعارضين الجزائريين النشطين للغاية في فرنسا والذين صاروا يزعجون بشدة النظام الجزائري الحالي هذه الشبكات الإجرامية تتكون من شبكات يتواجد مقرها في منطقة ساندوني في الضواحي الباريزية الساخنة وحسب المعلومات التي توفرت لديهم أن هناك ملاكم جزائري سابق أنشأ في ضاحية باريس وبتكليف من رجل أعمال جزائري لكنه يحمل جنسية فرنسية ومقرب جدا من حاشية عبد المجيد تبون يعني خصصوه لتعقب وتحديد أماكن المعارضين الجزائريين من أجل التجسس عليهم ومن ثم إقاعهم في كمان ووفقا للبيانات التي قدمتها هذه التنبيهات من المحتمل أن يكون هذا الفخ أو الكمين أعدى لسرقة الهواتف الذكية والأغراض الشخصية وأي معدات يمكن من خلالها معرفة المصادر التي تتواجد بالجزائر وتعطي المعلومات الحساسة للمعارضين المنفيين في فرنسا ووفقا لهذه التنبيهات يتم إطلاق شخصين خطيرين على الأقل في باريس لتتبع وربما اتخاذ إجراءات أي مهاجمة والمساس بالسلامة الجسدية للمعارضين المستهدفين من قبل هذه الشبكات الإجرامية يقول الموقع ووفقا لمصادرنا سيتعين على المديرية العامة هذه الأمن الداخلي فتح تحقيق لوقف هذه التهديدات التي يمكن أن تقوض الأمن العام في فرنسا بشكل خطير حقيقة معلومات خطيرة وطبعا متوقعة من نظام يحكمه ناس غرقوا في الجرائم يعني منذ وصل جبار مهنة إلى هذا المنصب والأمور تتجه نحو وجهة إجرامية في فطرة سابقة كان جهاز الأمن الخارجي يتجه نحو لمن الشمل نحو التواصل مع الجزائريين نحو محاولة باحتواء خلق قاسم مشترك في التعامل وأشياء ولكن الآن نراهم يتجهوا إلى اتجاه إجرامي بمعنى الكلمة يستهدفوا في عائلات المعارضين في الخارج يضيقوا عليهم يسجنونهم في خوتهم يطردوا فيهم من العمل وأشياء مثل هذا وعندما لم يستطيعوا التأثير عليهم يعني أنت توصل عائلت فلان وعلان في الجزائر الله يسهل عليك بينك وبينهم يعني ما استطاعوا أن يؤثروا عليهم في شيء قال لك الآن نسجروا إلى مخططات أخرى باش يعرفوا من هي المصادر التي تعطي المعلومات وهم دارون فيلم دحدوح يجيبوا 16 شخص هل حقيقة هم أشخاص موقفين ولا بوليسية ولا شيء من هذا القبيل لا ندري وإن كان المتهم الرئيسي راهي تجري المعلومات على أنه مقيم في فرنسا وتم اختطافه من المطار وتعذيبه وممارسة أشياء كثيرة عليه هكذا يجري الآن ترويج لها من طرف بعض المصادر اللي عندها علاقة بهذا الملة توقفوا عن هذه المخططات أنتم بذلك تضرون بصورة الدولة الجزائرية هل ضاق صدر الدولة الجزائرية لحد ما عادت تحتمل رأي آخر حتى لنفرض ما كانش حاجة لا يختلف فيها قال لك لا السياسة الخارجية مقدسة ما تهضرواش عليها السياسة الداخلية أخطولنا الجيش واخطولنا الرئاسة وانتقدوا واش تحبوا تب وين ما يقال لك حتى الوزراء ما نحبش واحد ينتقدهم يعني ما وقال هاش باللفظ هذا قال لك أنا يعني واحد تنتقدوه أنا ما نهتمش بهذا العمر يعني راهي ضمنين أنا ما نحب حتى واحد مسؤول ينتقد واشرح الروح وننتقده يعني لا واشرحنا نحكو على مغني الراي والشعبي والحويج هذي ولا نحكو على عالم الفن دولة يحكمها العسكر ضروري تتكلم على العسكر كل يوم في نشرة الأخبار شينجري حنشوفه فيه ويوميا وثائقيات حول العسكر موجودين افتتاحية الجيش تتحدث على السياسة تعالى الدولة كيفاش ما نهد روش علي الأجهزة الأمنية مخططات وفضائح واحد مثل جبار مهنة البالح تديروا عليه بيان وزارة الدفاع أنه فاسد وبعد ذلك ترجعوا فجأة إلى صناعة القرار وتقول لي ما نهد روش علي ياكم انتم ما بديتوا اهدرتوا عليها أصلا من طرف وزارة الدفاع في بيان واحد حكمتوا عليه وقب السجن 15 سنة وبعد رجعتها 15 سنة وبعد برأتوه ويصبح كأنه بيته ونتكلم على توفيق هو قبله لصناع القرار يجيه ثم جبار مهنة يتردد عليه باشي لأنه هو كلهم هذو رجال انتع توفيق يزيد كل ما نهد روش علي تبون هو رئيس جاي عن طريق انتخابات من المفروض الديمقراطية وعنده منافسين وأكثر ناس من المفروض ينتقدوه اللي ينفسوه في الانتخابات إلا في الجزائر يطلع ناس نفس الرئيس هو يصل للحكم هم يولوا معه هذه لا تراها إلا في الجزائر لكن في فرنسا روح شوف اللي نفسو ماكرا واللي قبله ساركوزي وكذا وكذا دائما ينتقدو فيه يبقى ينتقد فيه يبحث له على الأخطاء انتاعه في كل كبيرة وصغيرة نحن لا أبو باشرة نهار لنصب الرئيس يحضر يولي يسبح بحمد الرئيس ويستقبل فيه وكذا 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 لأنه عمره ما كان عنده مشروع مشروعه هو أرنب سباق فقط في هذه الحكاية الرئيس يعينه العسكر لا انتخابات ولا بالطيق اللي ارضى عليه العسكر يفوت المسؤول اللي ارضى عليه المخابرات هي مسؤولية اللي ما ارضىتش عليه فجأة يولي عنده ملف فساد وهكذا يعني بالله عليكم كيفاش هذه البلد لا فيها نقد ولا شيء راكم وليته كوريا الشمالية الآن الجزائر راهي كوريا الشمالية في المغرب العربي كثلي هذا الحد تفي المغرب اللي هي مملكة وعندهم بيع في أعناقهم تجاه الملك وينتقدوا عادي يخرجوا يديروا مظاهرات يطالبوا برحيل الحكومة كاين حتى ليرفع شعارات ضد الملك ولا يوم هزوهم حطهم في الحبس ويجي التلفزيون الجزائر يروج لهذه المظاهرات على أساس أن نوضع النظام سيء بل أنت هنا تمدح هذه الدولة التي رغم أنها مملكة وتسمح لشعبها يتضاع انتقدوا التطبيع ورغم أن المغرب المغاربة بصفة عامة يجمعهم الملك عندهم إجماع عليه ورغم ذلك تجد انتقادات عادي وانت جاي بيني لدولة مستبدة والآن تلجأ إلى مخططات استخبارية للمساس بالمعارضين والإعلاميين وكي الناس مرسوا في دورهم الإعلامي لا معارضين ولا بطيق أنا نقوم بدور الإعلامي لأنه لو كنت رح نكون معارض رح ندير حركة سياسية نروح ندخل الجزائر ونتحدهم من الجزائر ونطالب لتأسيس حزب سياسي كما يدير الناس اللي راح موجودين هذو ما معارضين أما في الواحد موجود في الخارج راه يعتبر رافض لهذا النظام هذا إذا كان مناظر واللي كان يقوم بدوره الإعلامي يسدي ملقيناش حتى نقطة إيجابية عند هذا النظام حتى نحكو عليهم ليه لو كان النظام الجزائري يفتح مجال الإعلام للرأي والرأي الآخر أو حتى نحن رايح نكون نتحدث عن إيجابيات والسلبيات مدام أنت دير ترسانة من الصحف الورقية ومن وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية تتحدث فقط على إيجابيات النظام ولا كلمة حول سلبية معينة بالله عليك نجي أنا الآن بإمكانياتي الخاصة نجلس ونحكي لك على إيجابياتك حتى إذا كان عندك إيجابيات أغض عليها الطرف لأن نتكلم على سلبيات خطيرة تهدد الجزائر في وجودها وحدودها وأمنها القومي من طرف نظام كذاب كل مرة يشرب الجزائريين من أقداح المرارة ويزيد بعد ذلك يحاول يقلب لهم المرارة إلى السكر وفجأة يعودون إلى المربع الأول هذا هو الواقع هذا هو الواقع لو كان عندنا نظام وسائل الإعلام تنتقد تروح شوف قنوات الفرنسية شوف الإعلام الفرنسي تلقاهم ناس يكلموا كلام يدعوا حتى إلى ثورة شعبية ضد ماكرون ولا يوم يستدعم طرف شرطي ولا يوم حضروا له موقعه ولا أي شيء من هذا القبيل أمريكا تصدر كتب على حوله قبل ترامب هو رئيس الكتب ما خلاوش نفس الشيء معه هذه هي على كل حال قبلتهم في باريس هاو ماكرون أكبر واحد ألفت عنه الكتب وعنده كانت عنده حتى مشاكل مع صحفيين ألف عنه كتب غريبة وعجيبة ولا يوم أوقف كتاب ولا صادر كتاب ولا أوقف جريدة ولا أي شيء من هذا القبيل ولا تابعهم قضائيا حتى ضربوه بالبيض هناك اللي ضربوا بكفه ما تابعش قضائيا نحن ها هي ها هما علاش انتوما تعبدوا في الإليزي وما تعلمش منه لو فتحتم المجال للرأي الآخر شوف الممنوع مرغوب فيه الجزائر الآن ذهنه راه والجزائر عايش جسدا في الداخل وعايش عقليا في الخارج بسبب شبكات تواصل اجتماعي لا يمكن للدولة أنها تستطيع أن تحتوي الجزائريين وتخلق تآلف ما بين الحكم أو الحاكم والمحكوم في ظل الإعلام كذا إعلام مخادع إعلام يبيع ذمته بكسكروت هذا هو الواقع إذا أردت أن تكون لديك قوة والشعب ملتف حولك خلي الإعلام هو الهمزة الوصلة بين الحاكم والمحكوم ما ذنب الجزائري أنه يسجن على رأيه ما هي مشكلة أن الجزائريين تقدمون اليوم تبون حاكم غدو يموت يرحل أو عنيش بوتفليقة مثلا هاو قعد فيها هاكم تشاهدوا مثلا هذه الصورة صورة فيها هاو الرؤسة كل ماتوا دوا معهم الحكم دوا معهم الأموال دوا معهم القصور اللي عندهم لا هم حطوهم في شليقة بيضة ودفنوهم وأعمالهم اللي معاهم ما كانش بشر يدوم ما كانش حاكم يبقطوا العمر في السلطة الأساسية اللي تبقى هي قيم الدولة هي المؤسسات مش الأشخاص لما يكون هناك قوانين تكون دولة لديها مؤسسات حقيقية استخبارات تعمل من أجل مصلحة البلاد هنا تكون دولة مستمرة أما تختزل الدولة في الكاسدور ولا في فلان وعلان أهم يروحوا تروح البلاد معاهم ما راحتش الجزائر لا مع ابو تفليقة ولا مع غيره بقيت الجزائر موجودة بقى شيء اسم الشعب الجزائري موجود بناء الدولة ما يجب أن يكون هكذا يا ناس يعني والله يعني وصلتوا تفكروا بمنطق إجرامي بدل هذه الاستخبارات والأمن الخارجية تفرغ يحاول يجيب معلومات روسيا كانت تحضر إلى غزو أوكرانيا معلومات الاستخبارية كائنة وتسريبات وكذا وكذا والجزائر كانت نايمة في العسل حتى ما رجعتش نفسها أصلاً حتى في سياستها بطريقة تستعد إلى ما بعد حرب أوكرانيا ولا شيء متفرغين يجيبوني في أخبار على المعارض الفلاني والنشط الفلاني في التيك توك والنشط الفلاني في اليوتوب والنشط الفلاني في الفيسبوك وتويتر وورا يسكن وخلينا عرفوا له ترخوته وش يخدمه وإذا لقوا خوته يخدمه في مؤسسة أمنية أين تردوهم له لحني هذي دولة إذي عصابة سخر مؤسسة الدولة لصلاحها الاستخبارات الخارجية تصهر على ما يخدم مصالح البلد بلد اللي يصير الرأي الآخر جريمة فيها ري عمرها لا تبنى وعمرها لا تتحذر وعمرها لا تتطور بالله عليكم هل من الممكن أن هذه الجزائر تكون عندها قيمة وأجهزتها الأمنية هذه صورتها بائسة إلى هذا الحد عند أجهزة أمنية لدى قوى كبرى يجي الأمن الداخلي فرنسي ولا جهاز مخابرات فرنسية ولا أوروبية يكشف مخططات إجرامية وإرهابية من طرف جهاز مخابرات الجزائري على أراضيه ممكن أن يعطيها قيمة يستغل الملفات ويبتزها وتكون أو يكون الثمن على حساب الخزينة العمومية وعلى حساب الشعب الجزائري أوقفوا هذه المهازة من حق الجزائري أن ينتقد كل شيء سواء سياسة داخلية أو خارجية البوليزاريو إذا كان النظام هذا يتبناها من حق جزائري آخر يكون عنده موقف آخر هذا المشهور علىكم صرفت على أكثر من خمسمائة مليار دولار ما الذي جنات الجزائر من هذه المليارات ما الذي خسرت الجزائر خسرت الكثير جدا أنا أراها هكذا أنت تراها قضية وطنية وقضية إنسانية أنت حر وفي نفس الوقت أرى بأن هناك قضايا إنسانية أهم بكثير ترفس فيها تحت أقدامك تروح تجيب لي واحدة ناشطة حقوقية تديها للمخيمات واتدير معها حوار مباشر مباشر من مخيمات تندوف تحكي عن حقوق الإنسان في الصحراء من طرف ما تسمي هي الاحتلال المغرب من مخيمات اللاجئين الصحراويين عمار صباح الخير إليك التفاصيل صباح الخير زميلتي عفاف تحية لك ولي جميع مشاهدي تلفزيو الجزائري أهلا بك إليك التفاصيل عمار أكيد اليوم تحل بمخيمات اللاجئين الصحراويين ضيفة عزيزة على الشعب الصحراوي وخاصة سكان مخيمات اللاجئين الصحراويين تلك المناضلة توجد معي على الهواء مباشرة في لقاء الحصري مع تلفزيو الجزائري لإعطانا أكثر تفاصيل أولا مرحبا وسهلا بك في مخيمات جزائر ثانيا أولا سلطان أخي كيفاش مريت في هذه المرحلة قبل أن تطع أقدامك بالفعل في البداية بعد حي التلفز الجزائرية اللي هي اللي عوضتنا على هذا على هذا يعني رسالة لدينا موجهة لاحتلال المغرب في هاي الطيلة كاملة وفي المسيرة النضالية هذه تحتم بها في نفس البلد حقوق الجزائريين منتهكة ما نجي للخزاءة للتلفزيون هذا على أموال الشعب من دافعي الضرائب بدل أن يحقق أو يفتح المجال لجزائريين لنتعرف على وضع حقوق الإنسان في الجزائر وحقوق الجزائريين ومعاناتهم فاتحوا لي أنت ببث مباشر بالمال لكي يجيب لي وحدة تحكيلك على حقوق الإنسان وتشيد بالنظام الجزائري اللي ينتهك حقوق الجزائريين أنا أولويتي قبل أولا وقبل كل شيء هي حقوق الجزائريين هي عيش الجزائري بكرامة هذا كذا من المفروض يفكر كل جزائري أما الشعوب الأخرى تأتي دائما في الدرجة الثانية من الواجب أن نتضامن مع قضايا وكذا 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 ولكن دائما أهم قضية عنده هي قضية المواطن الجزائري أوقفوا هذه المهازل حقوق الإنسان ليس في مخيمات تندوف فقط ولا في الصحراء في الداخل والعيون رهما عايشون خير من ما عايشونه من جزائر العاصمة حقيقة والمخيمات هذه هي تتكلم هذه الناشطة الحقوقية راحة المخيمات تتكلم على انتهاكات المغرب لحقوق الإنسان وهي مسافرة بجواز مغربي من المغرب إلى أوروبا وجاية للجزائر وتعود تدخل للمغرب وما يمكلمهاش وما يمسوهاش لكن تخيل واحد جزائري راح للمغرب يروح للمغرب يتحدث من المغرب وين يروح للجزائر يعدموه يعدموه خائن عميل تجيب المنطق هذا انت على الكازرنات اللي حولته به هالجزائر إلى صورة يعني سخيفة وتحولت إلى مصخرة بين الشعوب والأمم يجي واحد جزائري يزور المغرب آه ينزلوا عليه حملة وخوانة وعملاء رغم أنه الثورة الجزائرية هذا الجيش اللي يقول أنا سليل جيش التحرير الجزائري تكون في المغرب ودعماته المغرب وسلاح المغرب كل شي مغربي إذن حتى هذا الجيش خائن هاو صنعوا المغرب فضلا عن قيادات الثورة أهم سميين ملعب على نيلسون مندلة نيلسون مندلة زار ثوار الجزائر في المغرب وعنده علاقات عميقة مع المغرب هذه ما يهضرها رغم أنه نيلسون مندلة من المفروض تسمي عليها شيء آخر ما تسميش عليه ملعب تسمي عليها دير مؤسسة للحقوق والحريات هذا أن الرجل راه ناضل ودافع عن حقوق السود وقف ضد التمييز العنصري وأسقطه نحن عايشين أسوأ من التمييز العنصري في الجزائر وجي تتباهي أبن نيلسون مندلة ياريد عندنا مسؤولين فيهم واحد بالمئة من نيلسون مندلة نيلسون مندلة اللي سجن نحو 27 عام حتى السجانين انتعوا وعفا عليهم نحن لا تبون طلع شنجريح انتقم من ظباته جنيرالات كانوا معاه تبون انتقم من الناس اللي وزراء كان يبوس لهم في يديهم وكان يحبوا قدامهم هذا نظام ممكن انه يتشرف نيلسون مندلة انه يجي يسمو عليه ملعب سماه هذا النظام تالي نيلسون مندلة مناضل كبير وكي يوصل للحكم ما قعدش فيه رغم القيمة التاريخية والعالمية اللي عنده نحن اللي يوصل يتشبث بالحكم حتى يصير على كرسي متحر بل انه يصير ما يتحكمش في احتياجاته الخاصة وهو لابس بذل عسكري والقادم اسوأ مع هاته الوجوه البائسة التي قد تتورت في اغتيالات او تصفية في الخارج بها تورت الجزائر اكثر واكثر هذه العقلية الاجرامية بحق الاخرين يجب ان تتوقف الجزائر الجديدة التي طالب بها الشعب الجزائر هي جزائر الحرياء جزائر الديمقراطية جزائر تكافؤ الفرص جزائر المنافسة السياسية من اجل بناء البلد وليست جزائر شنغريا وتبون والقادم سيكون اكثر مما يمكن تخيله فالاجرام سيبلغ مداه مادام هذا النظام لم يقهره الشعب وحيد الذي قادر يقهر هذا النظام هو الشعب والشعب راه بين المطرقة والسندان للأسف الشديد لكن يبقى كل شيء محتمل فمجزرة 45 قال احد الجنيرالات جزائريين ما يزيدوش يتحركوا الا بعد قرن من الـ 45 الـ 54 دلعت ثورة التحرير فمن يراهنون على صمت الشعب الجزائري بالتخويف فهم يخرفون والأيام بيننا واذكروا كلامي جيد نكتفي بهذا القدر ألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى من المراكة إلى ذلكم الحين ها هو أنور مالك يحييكم ويستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله